أثار اتفاق تقاسم الأوقاف الدينية بين الوقفين السني والشيعي الغضب والرفض والتنديد في الأوساط العراقية وتلقى الاتفاق سيلاً من الحجج والبراهين الشرعية والقانونية التي تثبت بطلانه بل وتؤكد أن فحواه الضعيف يدعو إلى تأجيج الطائفية وخدمة الأغراض السياسية هيئة علماء المسلمين في العراق أكدت أن بعض الجهات السياسية المستفيدة هي التي تروج لهذا الاتفاق المشبوه مضيفة أن الادعاء بأن الأوقاف قبل الاحتلال كانت تضم أوقاف جميع الطوائف والأديان يعد الدعاء لا سند لها أغلب المساجد في العراق بنيت بتبرعات المواطنين ثم سجلت باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية من دون حجة وقفية ما يعني فقدان جميع هذه المساجد في الوسط والجنوب وبقية وعموم العراق في حال تطبيق الاتفاق المجحف الذي نص على أن تكون نسبة السنة من الأوقاف 17% في كل العراق من وقفيات المساجد والأراضي والعقارات وغيرها أما في الوسط والجنوب فلا نسبة لهم فيها وبالتالي فهي ستعود بأجمعها إلى ديوان الوقف الشيعي في حين لم يتطرق الاتفاق لأملاك الوقف السنية التي تمت السيطرة عليها من قبل الميليشيات والجهات الحزبية المتنفذة مفت الديار العراقية الشيخ الدكتور رافع الرفاعي أكد رفضه لاتفاق تقاسم الأوقاف بين الوقفين السني والشيعي شرعا وقانونا وجملة وتفصيلة فيما وصف العلامة الشيخ الدكتور عبد الملك السعدي لاتفاق بأنه مفرق ومفسد ومثير للطائفية ومخالف للأحكام الشرعية ومتناقض مع الوحدة الوطنية اتفاق تقاسم الأوقاف بني على أساس النسب الطائفية والمذهبية وهو مدعاة لإضاعة الحقوق وخلق الفتنة وإثارة النعارات الطائفية بحسب المرجع الديني فاضل البديري وفي استمرار عاصفة الرفض أكدت رابطة آئمة وخطباء بغداد رفضها التام لاتفاق تقاسم الأوقاف مؤكدة أنه يضيع الكثير من حقوق المسلمين اتفاق تقسيم الأوقاف يأتي ضمن انتهاكات كثيرة وكبيرة يتعرض لها السنة في العراق من قتل وتهجير واعتقالات وتغيير ديمغرافي وما هذا الاتفاق إلا حلقة من تلك السلسلة التي تسعى إلى القضاء عليهم ومحوهويتهم